موسيقى موعد نومنا وحياتنا في شهر رمضان من خلال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية اللي مشرفنا في ييلو ستوديو سواء الخير يا دكتور أستاذ أحمد سواء منا صباحكم جميع دكتور وليد منوانا صباح تقول لك يا رب دكتور إيه الحكاية الناس كلها يعني أغلب الناس الشكوى العظمى عندهم أو الشكوى العامة اللي موجودة عندهم ما بعرفش نوم في رمضان صحيح يعني دايما في شهر رمضان أكيد بقى مختلف عاداته والسلوكياته واجتماعياته ونظام الأكل والشرب يعني مش النوم بس هو المختلف يعني النوم ده مظهر من مظهر الاختلاف عادتنا كلها بتتغير موعيد صحياننا بتتغير موعيد أكلنا بيتغير الصهارات الخام الرمضانية القاعدة قدام المسلسلات كل ده تهجد وترويح والتهدج والترويح قلة الأكل شوية نتيجة الصيام كل الحاجات دي بتعمل إطراب عام للإنسان لأنه مش معتاد السلوك دوت والإنسان دائماً وأبداً أسير ما يعتاد فلما بتغير عاداته على حين غراته من أهلها لازم يحصلوا بالمشاكل دي ولذلك الواحد اللي هو مش مستعد أنه هو يواجه شهر رمضان من ناحية نفسية زي ما حترتك قلت بقى بيترتب عليها بعض المشاكل النفسية زي الصدوع المستمر العصبية المفرطة بنلاقي الناس دايماً بتيجي قبل الفترة بتتخانق وانت بتتخانق ليه؟ هي قلة النوم وفي سروجية الجسم مش متزبطة فأسرت على الجهاز العصبي فبيبقى سريع الاستطارة وسهل جداً أنه هو يعمل مشاكل الخمول والكسل والبلاد الحسية وبطء الانتاج ويتلاقيه بيتتوب بالسمرار ومبعت على النوم كل شوية دنهو بتميل وعاوز ينام بصورة الخاصة ده مش كثر يا دكتور ده بتبقى حاجات حقيقية موجودة جوه الجسم ساعات أنا ببقى شايفة الناس يعني ألبعب حالة خمول الخمول ده ببقى حسن أنه هو يعني بعد العيد الفكرة اللي هي أن احنا نأجل كل حاجة دي بقى حاسن أنها يعني قد تكون نوع من أنواع الكسر لكن ده فعلاً حديك بتقول أنه هو موجود يعني حقيقي نفسي وجسدي طبعاً مش تكاسل يعني ده الأسوأ من كده لو بعد العيد زي ما حضرتك قلت إن الإنسان لو استسلم للحالة دي بعد العيد ممكن يصاب بأمراض جسام زي اضطرابات القلب أمراض القلب كلها بكل أنواح ممكن يجيوله سكتة دماغية لقدر الله ممكن يجيوله ضغط الدم والسكر عشان كده مهم جداً الواحد لازم يتعامل بجدية مع مواعيد النوم في رمضان ومواعيد النوم في رمضان مش زي ما الناس فهم أن أنا حنام إمتى وحصحى إمتى مواعيد النوم في رمضان اللي عاوز يزبطها من ساعة الفطار تخيل؟ يعني من ساعة أعزان المغرب يقوله الله أكبر وانت بتفطر شكل الفطار ونوع الفطار وطريقة الفطار دي اللي بتستجلب عندك النوم من عدمه حدش بيرضى يسمعنا يا دكتور لما بنتكلم على موضوع الفطار ده آه يعني لما بقوله أعلله الكيميات زوده ولمش عارفة إيه الفكهة الخضر وانت حدش بيرض علينا حدش يسمعنا نحاول بقدر الإمكان يعني أنا مثلاً كنت مرة بعمل عمرة فلاقيتهم بيقدموني معرفش تمره وبلح وحتة جبنة كده صغيرة يعني بقت حتى مستعجب يعني فين حفاوة القرم والتأدير لقيتنا ده الصح ده الفطار الصحي إن الواحد لما يجي يفطر المعدة فاضية طيب أنا أكبسها ليه بالأكل معالمياً الأكل هيروح فين ما إحنا معاني 7-8 ساعات ناكل زي ما إحنا عاوزين فنكل الأكلات الخفيفة نقصة الوجب شوية ناكل الخشاف نقوم نصلي نرجع تاين ناكل حاجة خفيفة ده مهم قوي ده سلوك مهم لأن لو أنا كبسة المعدة مرة واحدة حيبقى عندي دماغي تتقل وعاوز نام فحيجي لي اضطرابات النوم اللي بنتكلم فيها طيب بلاص كده إيه بقى نحن عندنا عادة في مصر صيئة جداً عند الناس إنه دايماً يتابع برنامج تلفزيوني على الفطار فياكل ويفضل قاعد القاعدة دي بعد الأكل بتتقل دماغك بتجيب لك الخمول وبتجلب النعاس فيجيلك اضطرابات في النوم لا إنت بقدر الإمكان لما تاكل خلصت أكل قوم فوراً اخسل إيدك اخسل سنانك وغير مكان القاعدة بتاعتك يعني مش لازم تتابع العمل اللي انت شايفه أو البرنامج التلفزيوني للآخر كده حاجة بتتكلم على الجزء النفسي بقى كده الجزء النفسي طبعاً مهم جداً في التعامل مع استراتيجية النوم وهو أنا بأدير عملية النوم من نحة النفسية ده جزء مهم قوي أخلص أكل أخد أولادي وأخد المدامي خلص يطلع يقعد بره كل واحد فينا في بيته وعمل خيامية رمضانية عمل أماشة عمل فانوس عمل بيبيلايت عمل أي حاجة يروح وقعد عندها كده هو تغير المود وبدل ما انت قاعد كله قاعد مستسلم للبرنامج التلفزيوني أو اللي عمل الدرامي اطلع بره اتكلم مع أولادك أو اتحرك بقى أو ساعة ستة البيت وشيل السفرة معاها اتحرك ما دي حالكة برد اتحرك شارك ليسر علينا كلنا مضبوط يعني بقدر الإمكان سيبي المكان بتاع الأكل يعني ما تقعدش لحد العمل الدرامي ما ينتهي أو البرنامج وما تقومش تروح قودة النوم عندك عشان ما تنامش صحيح فيجيلك تكسل ويجيلك الخمول دي حالة مهم قوي الاهم بقى زي ما حضرتك بتقولي نتحرك يعني يفضل ننزل نصلي مسلا جنب البيت ولا حاجة بقول لأي حد طبعا احنا في رمضان بنجيب الصخور طازة أول بقى ولا إلا بانوا الزبادي والجبنيات والحاجات دي كلها خد كل أفراد الأسرة وينزل بيهم ده مهم مهم عند الأولاد بترصخ عندهم خبرة في الوجدان لما ييجي يكبر يفتكرك ويترحم عليك ويترحم بيك لو أنت عايش ويترقق بحالك ويعرف أن الأب كان 30 يوم بياخده بينزل بيه جيب الصخور خد المدام مشيها تبقى فرصة مشي حواليا البيت مش عاوز أقول لك إلعب رياضة هي دي الرياضة يعني احنا هنا بنستخدع عن الرياضة والكلام التقليدي والروتيني واللي صعب تحقيقه تحب بتحرك شغير فبالبلد دي كده بنهضم اللقمة دي حتة مهمة قوي ننزل تجيب كل الصخور مع بعضنا ونرجع تاني بقى نتابع عمل درامي واحد يعني خلينا في توقيت مثلا 9 ونص عشرة في الرنج ده ده معدل أمثل أنك تقعد قدام التلفزيون يكون الأكل اتهضم شربت كبات الشاي بتاعتك مفيش مدعاة واستجلاب للنوم فتستمتع بالعمل اللي انت بتشوفه دي حتة مهمة قوي مهمة اللي انت تخط في دماغك أن مش كل حاجة في التلفزيون هتفرج عليها لأن ده بيعمل لك إنهاك ويعمل لك إرهاق ويبقى لود عصبي عليك ويخليك مش عارف تنام يجب لك الترباق نوم كل واحد يحدد عملين دراميين بس على الأكتر يتفرج عليهم ودلوقتي ما بقيتش يعني كان الأول زمان الواحد بيتصارع لأنا أخد أكبر كم ممكن عشان ما عرفش الإعادة التانية إمتى صحيح ده بقى عمليكيشن موبايل ووتشت عنيه كل الأعمال اللي دراميين وده موبايل في دينا كلنا فده برضو ده بوعد مهم طب الأهم بقى في حاجة اسمها دورة النوم إيه دورة النوم الإنسان فينا لما بيجي ينام علشان يجيله الإجباع الفيسيولوجي للنوم لازم يحصل على دورة كاملة مدتها قد إيه لسه بقى ده السؤال المهم اللي فيه ناس بتقول ست ساعات ولازم هو الوقت الأمثل اللي هي النوم لازم أخد ست ساعات وناس تانية بتقولك إلا أنا ما عرفش أنا ما أقل من 8-9 ساعات إيه الوقت المثالي اللي برضو فيه أحيانا من كتر النوم بقوم مصدع فإيه الوقت المثالي اللي أنا لازم هو ده اللي أحافظ عليه أحدث الأبحاث العلمية والدراسات اللي إحنا عملناها وتحليل دورة النوم عند الإنسان تسعين دقيقة بس وإنت لو نمتق عشر ساعات هي مضعفات التسعين دقيقة لقينا اللي إنت لو إنت صحيت قبل التسعين دقيقة ما يكمله لو نايم عشرين ساعة هتقوم تعبان وهتقوم عندك صباح وهتقوم تحس أن إنت ما نمتش يعني ساعة ونص ساعة ونص كفاية لنا وبتعيد نفسها وبتعيد ما بقالكش ساعة ونص في اليوم أنا عاوز أوصل لكونسبت مهمة قوي اللي إنت لما تيجي تنام حتروح تتصحر لازم تاخد شعة ونص ما تصحاش غير المضعفات التسعين دقيقة يعني مثلا أنا دخل هذا من الساعة 11 هتصحر الساعة 2 ونص ما قولهمش صحوني على الصحور لأن بعد الساعة 2 ونص أنا تجاوزت المضعفات التسعين دقيقة أقولهم صحولي الساعة 2 لو صحيت الساعة 2 90 180 وعلى دا الحال أيوة حقوم فايق حقوم ريفرش حقوم ما عنديش مشاكل واخد إجباعاتي في النوم ما عنديش أدنى مشاكل دي نقطة فريقة جدا يا دكتور بالنسبة للناس اللي بتنام مدد قليلة يعني يمكن إحنا خارج رمضان خلينا بقى نشرك المشاهدين في مشاكلنا إحنا بالنسبة لنا طبعا لأن البنام يبتدي بدري جدا وبنكون موجودين بدري جدا طبعا عدد ساعات النوم قد يكون قليل فده أعتقد فده أعتقد ممكن يساعد الناس الزين لعدد ساعات نومها قليل يعني أي حد يسمعنا ساعات نومك قليلة خلي دورة نوم عندك 90 دقيقة ظبط المنبهة بتاعك عليها يعني اصحى بعد مثلا 180 دقيقة مضاعفات التسعين دقيقة اصحى بعد 270 دقيقة ما تصحاش بعد 300 دقيقة دي حتة مهمة قوي هتلاقي نفسك جسمك عشر على عشر متظبط قاعد فايق ما عندكش صواع مش عصبي مش تنشن مش حس إن حاجة نقصاك وبعدين دايما في النوم ما تتعاركش مع النوم الناس دايما تقول لأن بخش نام مش جاي لنوم وبعد تقلب وتكلم في مبايي دي مش كلا كبيرة برضو ما تتخنقش مع النوم النوم ده صاحبه يعني انت داخل تنام جالك أهلا وسهلا ما جاش يا مرحب بالتلفزيون هاتمتع مربو اقرأ كده عمل أي حاجة بتاع يعني ما تاخدهاش يعني ايما أنا أحلمي عندي التزام أو عندي شغل للصبح وفي نفس الوقت مش جاي لنوم مش عالي فناد بص حضر هو التسعين ديئة هنا بازت يعني أنا داخل مثلا 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 هدخل أنام الساعة 12 هاخد مضاعفات التسعين ديئة كده هتضيع مني أو ساعة ونص هتضيع ومني مش عارفة ناب فأنا كده ما زبطتش التسعين ديئة ولا مضاعفاتها لأنه لازم مصحة عشان شغلي هتحل زهبي وخد من عبدالله دايما تحاول تعمل ارتباط شرطي بين أي حدث عندك موجود وبين استجلاب النوم بمعنى زبط نفسك تتفرج على عمل درامي معين في التوقيت اللي انت عاوز تنام فيه كل يوم وكل واحد فينا في رمضان جاي بفنوس رمضان جاي بيبي لايت حطه في قطه إلى آخره ما تشغلهوش غير في توقيته النوم فحيبع عندك ارتباط شرطي بين تشغيل البيبي لايت أو الفنوس أو العمل الدرامي وبين الصدعاء النوم مع تكرار الموقف بعد حوالي ثلاث تيام هتلاقيها عادة متلازمة وانس ان انت فتحت على عمل درامي مش هتكمله هتنام قدامه اه بالظبط كده هو وترجع تقوله انا مش عارف كل ما اجي فتحه انام مش عارفها خلاص الحلقة درتباط شرطي اه دي حتة مهمة قوي قوي انت لازم تعملها بأي حد بيسمعنا يعني خلي فيه حاجة محطة تستدعي وتستجلب النوم عندك انا حبتدي من النهاردة اه طبعا وقدر الامكان افصل النت عن الموبايل ما بقلكش يقف الموبايل بتاعك خليه موجود زي ما هو بس افصل النت ليه؟ لان فيه حاجة اسمها متلازمة الاهتزاز الوهمي دي متلازمة نفسية بقى مصاب بيها اكتر فيه ناس بتعمل ده بس ما بيبقاش مسلسل بيبقى عنده ورد قرآن بيقراه قبل ما بينام كبرضو مستجلبات النوم او اللو بيستحضر النوم طبعا ده ممتاز جدا بلص ان انت لو قارد قرآن تحديدا او مارست اي شعائر في اي دين بينخفض عندك حدة القلق ده الدراسات كلها قالت كده ولزي لك القلق القرآنية في صورة الرعد بتقولك نعم بذكر الله تطمئن القلوب كلام دي احنا شفناه بالدراسات الاحصائية والنفسية على الطلبة العرب اللي هما في المهجر اللي هما عنين في انجلترا وفي اوروبا لقينا اللي هما لما بيجوا يقرؤوا القرآن ياخدوا ورد مثلا بعد تلاتين يوم في رمضان طبقنا عليهم لقياس القلق لقينا في قدمة مستوى ليه ومنخفض دكتور وليد حداك شرفتنا دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية شرفتنا ونورتنا في صباح الخير يا مصر وكل سلام حكي طيب الأهم من نستعرف نام كويس يا رب نتمنى من الله النهاردة ان شاء الله الوضع حيبقى سهل بكتير صباح الخير عليك يا دكتور شكرا جزيلا لحظة